في وقت من الوقات انا لا بدخن ولا بشرب ولا عندي تغطرات صحيح الحمدلله ممتازة طول عمرك اتباط المعصف في تنفونج وبالعبرياضة متزوري ما عنديش اي سبب ما عنديش ضغط عالي اني جي لي جلطة فجات لي جلطة وجات لي جلطة دموية وتحطيت فيها في المستشفى في عنار مركزة ست ايام انت هم وانا هناك انت تتحدث عن نفسك بصراحة انها كذا حبيب اعلى براحة كده لا ناس ولا يعني انت عمل تقول للناس انت عارف ان اقول للناس مع ان الناس تواري مثل هذه الاشياء لا انا يوريها لان الناس بازم تعرف ويكونوا مرضا يقول انا قوي انا قوي لا بالعكس القوة انك تبقى تقول حقيقة كنت تعرف ازاي الله هو ان تقول طبعا كل اللي انت عدد به انا وبدأت مغسل السحون طبعا دي كانت احسن ايام كنت احسن وعدي يغسل السحون في كندا مكنتش بغسل السحون كنت عارف رعا حمدير العام كانت اول سلمة المهم وصلته كان عن زجالتا وقالي وقتها وانتعبان ولد عنده سبع سنين والقال يقول انت مضايق انا قلت انا ناقص امشي الان امشي فقال انت مضايق فانقلت مش هيمشي قلت له اه طبعا قال لي لازم تقبل الهدية قال لي من الله سبحانه وتعالى تبتو ليه لان ده كان رسالتي قال لي تعرف انا بكرة الصبح عامل عملية سرطان في المخ احتمال نجاحها واحد في المية لو كان ربان سبحانه وتعالى عايزني اكون لعيب سلة كان خلاقني ستة متر لكن خلاقني ازاير عشان عندي سبع سنين عندي سرطان في المخ عشان اكتب الكتاب ده كافة اتعامل مع السرطان في سنة صغيرة الكتاب ده عامل ضجة اجل قوة روحانية انا وقتها تعبت جدا وعندي غلطة ما كان ممنوعا ما ننزل حتى بيكلموا امال زوجتي بيقولولها لو عد علي 24 ساعة نبدأ العالجه انا اقول بتكلمني انا ده انا طول عمري مش كويس طب ليه فبسطت الانس في الاخر تعبت جدا ان كان كلهم خلاص رواحه ودي حاجة تانية تفضل واحدك بعد كده وانا بالليل لوحدي وقيتلي سكت قلبية في نفس الوقت واجع في القرحة يعني من كله فرحت متجه بلا بض رب بلا بتاع ولا جرز رحت متجه لله سبحانه وتعالى باعتقاد تعم تقولوا يا رب انت عارف انا تعبان قد اي 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 او ده وقتي بطلب بكل الاحباء بحبيبك محمد بطلب منك بطلبك يا رب انك تعجل به انت عارف انا اي 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 اتعبان واذا كانت ده وقتي اش فيني انت صاحب المعاجزات بكلمة تقول كن ستكون وانا معتقد تماما في كده وعلمني حاجة بديدة اعلمني انا هنا ليت مفيش نفس الساعة لطوله بدوني الرب بتاعي اعاوز اصلي قالك ده مجنون ورحت واقف وصليت وخرجت من المستشفى وراحت الجلطة من غير عملية هذا هو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى